بسم الله هنشوف مع بعض ازاي امتحام بتاع اوتو ديسك اتوكاد بيجي الامتحام بيبقى عبارة عن خطوات بتنفذها تمشوا واحد نين تلات اربعة توصل للنتيجة اللي فيها الاختيارات يعني بيقولك مثلا افتح الملف اكس لازم تروح تفتح الملف اكس ويقولك مثلا اعمل كذا فهتعمل كذا هيقولك مثلا اعمل سلكت على كذا فلازم العنصر اللي يقولك عليه تامعي سلكت تمام من ضمن الحقيقة اللي بيلغبطك بيها ان هو يقولك ايه روح على الفيو بورت وشوف الاسم اللي اسمه كذا وراح عليه تمام ده بيكرار في اسئلة كتيرة تمام فانا اعمل ايه اروح راح للفيو ولا هنا في الموديل فيو بورت نيمت هروح دايس هنا تمام هيقول لي اختار اللي انت عايزه تمام هقول له مثلا زي الاسم الموجود هقول له اوتو كد اروح على هنا يقول لي بقى ايه اجد المسافة بين الكمبيوتر والحيطة اللي على الشمال تمام خلي بالك ان في كذا كمبيوتر اهو 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 والمسافة بينها وبالحيطها مختلفة تمام لما انا استخدمت الفيو بورت روحت للحاجة اللي انا عايزه طب ازاي عمل فيو بورت نيمت احنا مش عايزين نعدي اللي بحنا عايزين نفهم برضو الحاجات فقول له نيمت ونيو فيو بورت وشوف الفيو بورت اللي انا فيه هو ده اللي انا عايزه اسميه مثلا اسميه احمد مسلا او اي حاجة تمام سواء عربة وانجليز في شفرق تمام اقول له كيه بقى ده موجود معي لو انا عايز اخلي حد يروح على الفيو بورت ده ده بنسادمه في المشروع الكبيرة تمام طيب ممكن يقول لي ايه تاني يقول لي شايف العنصر دوت ويكون في مسلا حاجة مسلا زي كده خلينا نفجرها يقول لي مسلا عنصر دوت هو لونه كده لونه رمودي بس هل هو اللون ده لونه ولا باي كالر ولا باي بلوك فهاجي هنا وابص هنا مش بص على هنا ابص على دي برو بورتس الخاصة بالانصر ده قال لي ان هو باي لير تمام ممكن يكون هو مختاره هنا وممكن يكون باي بلوك تمام فانا اتأكد الاول هو ايه تمام ده من ده من الاسئلة اللي بتيجي رح مديك خمس اختيارات هل هو اللون الاحمر ولا خضر ولا رماضي اه ده رماضي رح مختار رماضي لا ابص هنا الاول عليها باي لير او كنترول وان هتلاقي ان ده محدد لها باي لير او باي لير او كالر هي تمام فالواحد بس ايه بقى منتبئ على السؤال والاجابة ممكن يقول لي مثلا شوف الكتريف ويكون في الكتريف معين يقول لي اوجد اسم اكتب لي اسم الكتريف اللي موجود فاكتب السقار ولو في الكتريف هيظهر معي هنا اروح كتب له اسم الكتريف من ضمن بردو الاسئلة ايه هنا عارف الناس بتتلغبط بين مثلا الابجيكت سناب او بينها وبين البولر فنركز في الحاجات ديت لانها موضوع امتحان مثلا يقول لك مثلا او سناب بيعمل ايه بيخليك تمشي مستقيم ولا بيعمل تجازب ولا بيعمل ايه بالزبط تمام فهو طبعا الابجيكت سناب خاصه بالتجازب بين العناصر بحيث مثلا هنا هرسم لاين هو شغال اليه بيعمل لتجازب مع النقطة دي مع النقطة دي الاند بوينت ميت بوينت قدر ادوس شيفت رائك ليك واختار مثلا المنت بوينت بشكل دوت انا واحد منكم مش عايز احلف بس المايكروفون ده عشر سنين عشان نعرف اجيبه